المرمى المميزين اللي بيشاركوا مع منتخب نصر في كأس العالم والله أبطل لسه مش عارفين يعني مين اللي بيشارك في حراسة المرمى نتمنى بقى كل التوفيق ليه هو العقل بيقول العقل بيقول الشناو لكن عارف يعني لكن حيح حسابات جهاز فني بقى في 11 اللعب اللي هيكونوا موجودين لكن محمد الشناو واحد من حراسة المرمى لنا يعني كنت كليه شرف ان انا بقى موجود مع الفريق واحد في قضاع الناشئين لكن خرج النادي الاهلي وعاد النادي الاهلي بشرف وبقوة يعني واحد من الحراسة المتقلقين للي وان شاء الله مستقبل كبير جدا في الكرة المصرية وفي النادي الاهلي أكيد احنا ما بنقللش طبعا من الحضري وإكرامي طبعا حراس كبيرة جدا لكن الحضري يعني برضو الحضري تكريمه في المنتخب وتكريمه في روسيا ده أحسن حاجة ليه في حياته ان هو يلعب في مصر يلعب باسم مصر في المونديال لكن الحضري موضوع السن أكيد يفرق شوية معاه مش الحضري اللي احنا متعودين عليه أكيد شريف إكرامي برضو حارس كبير جدا لكن كان برضو بعيد عن المبارات عشان كده بقول العقل والمنطق بيقول محمد الشناو قدامكم طبعا دي احتفالية نادي الاهلي في رفع درع الدوري العام بشكله الجديد هم ملونوه بس من بره بس عمر متهيائي يعني ودلوا لمعة كده ويعني برضو حاجة جديدة للنادي الاهلي مش كده يا كابتن نادي الاهلي عصول بياخدوا فهما خرجوه بقى عشان يحتفلوا بالدرع فنظفوه شفافة هو باين هو واخد لون لكن زي ما احنا قلنا الدرع ان شاء الله الجديد النادي الاهلي يتسلمه بعده بطول الكأس العالم أو بخروج منتخب مص من أبعد الأدوار اللي ممكنه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعني اكيد بنتابع احتفال النادي الاهلي بالدرع الدوري زي ما احنا شايفين احتفالي اكيد كل الاعلام متواجد فيها وكل اعضاء مجلس الادارة وحاجة طليق بيعت حد كرة القدم المصري وأيضا النادي الاهلي واللعيبة الدولية اللي ان شاء الله هتكون اخر تجريب بيها بكرة وهتتوجه الى روسيا والاستعداد في بطول الكأس او اتشاء الله اول مباراة مباراة اورجواي في بطولة كأس العالم زي ما احنا شايفين دي لقطة موجود فيها مجلس الادارة ويمكن يعني لقطة طيبة من شاك البرزنتيشن بتوضي لكل عضو مجلس الادارة زي كرة ذهبية كرة ذهبية دي ممكن اللي يشوفها بيشوفها في تسليم حفل جوائز البالوندور اللي بنشوف ميسي ورونالدو بياخدوها فبالتالي كانت لقطة طيبة جدا لإهداء مجلس الادارة كور ذهبية طبعا دي رمز من رموز المركز الاول وبالتالي زي ما حراك شايف اه النادي الاهلي يمكن فرحة كابتل ممكن تكون فرحة كبيرة لعبة صغيرة كتيرة موجودة يعني اول بطولة ليهم مع النادي الاهلي وبالتالي فرحة من نوع خاص ممكن تكون لعبة مش ركيتش كتير لكن في نفس الوقت حسبت لهم بطولة رسمية مع النادي الاهلي ما اكيد يعني زي ما حدركوا شايفين برضو لقطات تاريخية عم نحارس ننور الدنيا وحنا في كل الناس بصراحة كل اسرة واحدة وكل عائلة واحدة زي ما احنا اقولها يعني يقب يأتي